شاب بسيط على خلق ودين والتزام بطاعة الله عز وجل استطاع بالاجتهاد والصبر أن يتغلب على الظروف القاسية التي واجهها منذ طفولته حيث عانى بسبب العلاقة غير الجيدة بين والديه وعندما بلغ سن السادسة عشر من عمره انفصل والداه وعاش مع والدته وتكفل بها حيث عمل بأحد المقاهي لتوفير نفقات أمه ونفقات تعليمه وبالفعل استطاع أن يكمل تعليمه وتخرج من كلية الهندسة وحصل على وظيفة في إحدى الجهات الحكومية وكانت وظيفته تتطلب أن يعطي تصريحات لشراء أراضي وفي أحد الأيام جاءه مقاول شهير وطلب منه الموافقة على إعطائه تصريحا لشراء قطعة أرض كبيرة مساحة بالمخالفة للقوانين لأن التصريح بهذه الأرض سوف يلحق الضرر بالآخرين وعرض عليه رشوة مالية كبيرة رغم معرفته بأن هذا الشاب يتمتع بنزاهة وأمانة كبيرة فذهب الشاب وأخبر مديره بما عرضه المقاول ليتخذ الإجراءات ضده فكانت المفاجأة الصادمة له حيث أمره أن يقبل الهدية فرفض وأخبر المدير بأنه سيصعد الشكوى لمن هم أعلى منه ولن يسكت على تلك المخالفة ولكنه في اليوم التالي فوجئ باستدعائه للتحقيق معه بتهم ملفقة وتم فصله عن العمل شعر الشاب بالحزن ولكنه لم ييأس من رحمة الله عز وجل بل لجأ إليه ودعاه وفوض الأمر له كما دعت له أمه في كل صلواتها وفي صباح اليوم التالي بعد فصله من عمله فوجئ بالمقاول الشهير يزوره في بيته ويقول له لقد سمعت كثيرا عن أمانتك وإخلاصك وتقواك لذلك أردت أن أختبرك وعرضت عليك رشوة وكنت أدعو الله من قلبي أن تنجح ويكون ما سمعته عنك حقيقيا وعندما رفضت رشوتي حمدت الله كثيرا وجئت أعرض عليك أن تشاركني وتقوم بالإشراف على كل المشاريع التي أقوم بتنفيذها لم يصدق الشاب ما سامعه ولكن المقاول ذكره بحديث الرسول صلى الله عليه وسلم الذي قال فيه إنك لن تدع شيئا لله إلا أبدلك الله بما هو خير لك منه فحمد الشاب ربه ووافق على مشاركة المقاول وبعد عامين فقط من العمل تحسنت حالة الشاب الاجتماعية والمادية وكان أول ما قام به هو إعادة الأبي لبيته وزوجته بعقد جديد ثم الذهاب للحج ومعه والداه وبعد عودته من الحج فوجئ بمديره السابق يأتي إلى مقر شركته ويعتذر له ويطلب منه البحث عن عمل له حيث تم فصله من العمل كما أخبره أن التحقيقات أثبتت براءته ويستطيع العودة لعمله السابق فرح الشاب كثيرا بهذه الأخبار وقال لمديره السابق لقد وجدت راحتي وسعادتي في عمل الخاص ولن أتركه أما بخصوص عملك فهو بيد شريكي وسأوافق على رأيه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نطربها للناس لعلهم يتفكرون هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيم العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشرفون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم يقول الشيخ الشعراوي رحمه الله في أحد أيام رمضان كنت عائدا إلى بيتي قبل المغرب بساعة فاستوقفني رجل فقير من الذين يترددون على درسي في المسجد فسلم علي بلهفة أدمعت عيني وقال لي استحرفك بالله أن تفطر عند اليوم فقلت له يا أخي الأهل بانتظاري وظروفي لا تسمح ولكن وجدت نفسي أتبعه ولا أعرف ظرفه في هذا الوقت الحرج وحين وصلنا إلى بيته فإذا هو غرفة ومطبخ وفناء صغير وله مدخل ودرج من الخشب لا يحتمل صعود شخصين ومع ذلك كانت السعادة تملأ قلب هذا الرجل وعبارات الشكر تتدفق من شفتيه وهو يقول لي انظر يا سيدي هذا البيت ملكي الشمس تشرق على غرفة في الصباح وتغرب من الجهة الثانية وهنا أقرأ القرآن عند الفجر وقبل المغيب والله كأني أسكن في الجنة ثم ذهب الرجل إلى زوجته وقال بصوت خافت جهز الفطور الشيخ سيفطر عندي اليوم وسمعت زوجته تقول له والله ما عندنا غير الفول ولا شيء عندنا نطبخه ولم يبقى على أذان المغرب إلا نصف ساعة وبعد أن سمعت هذا الحوار وجاءني صاحب الدار قلت له يا أخي عندي لك شرط أن أفطر مع أذان المغرب على ماء ومعي التمر ولا آكل إلا بعد نصف ساعة من الأذان بعدما أخضم التمر وأصلي ولا آكل إلا فولا فوافق الرجل وأفطرت عنده ثم خرجت وكل سعادة وبهجة وقد أحببت الدنيا من لسان هذا الرجل الذي نزلت من فمه عبارات الحمد على نعم الله وعلى هذا البيت الذي ملكه الله إياه وهذه الحياة الجميلة التي يتغنى بها ثم دعيت بعد أيام على الإفطار عند أحد التجار الأثرياء الذين أنعم الله عليهم بالمال والجاه والأولاد والحسب وكانت الدعوة في مزرعة فخمة يتوسطها قصر يطل على مسبح ومربط خيل وبعد الإفطار وأثناء المغادرة انفرد صاحب الدعوة بي وشكري من ضيق الحياة وهموم التجارة ومتاعب الأولاد وسوء طباع زوجته وطمع من حوله به وكثرة المصاريف لإرضاء الجميع وسأمه من هذه الحاء ورغبته بالموت ليتخلص من هذه الهموم والله سود هذا الرجل الدنيا في عيوني وأطبق على صدري وأنفاسي فنظرت إلى السماء وأنا أقول في قلبي الحمد لله على نعمة الرضا فليست السعادة بكثير ندفع ثمنه ولكن السعادة حسن صلة بالله ورضا بما قسم الله عز وجل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من أصبح منكم آمنا في سربه معافا في جسده عنده قوت يومه ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده وهو العزيز الحكيم يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض لا إله إلا هو فأنا تؤفكون تزوج شاب من فتاة صالحة وبعد عام رزقهم الله بطفل جميل كان قرة عين لهما وظلت أمه تحسن تربيته على الأخلاق الكريمة وتقوم بتحفيظه ما تيسر من القرآن حتى توفيت وعمر ابنها خمس سنوات فحزن الأب كثيرا وبعد أشهر تزوج من ابنة خالته والتي وعدته بأنها ستكون أما حنونة لابنه وذكرت له حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم من وضع يده على رأس يتيم رحمة كتب الله له بكل شعرة مرت على يده حسنة وبالفعل تعلقت بالطفل كثيرا وكانت تحبه وتقضي له كل ما يطلبه خاصة بعدما تأخر حملها وشعرت أنها ربما لا تنجب ولكن بسبب عطفها على ابن زوجها يتيم الأم استجاب الله لدعائها عندما علمت من الطبيبة أنها حامل في شهرها الثالث وكانت فرحة الزوج كبيرة بعد ذلك الحمل حيث حقق الله رجاءه بقدوم طفل آخر تسعد به زوجته ويكون أخا وسندا لأخيه وبعد أيام من معرفة الزوجة بحملها حدث تغير مفاجئ في تصرفاتها حيث بدأت تهمل الطفل وكل ما اقترب منها أبعدته خوفا على حملها ثم بدأت تراه منافسا لابنها وسوف يحرمه الكثير من حقوقه ونسيت كلامها لأبيه قبل زواجها عن جزاء كافل اليتيم وبدأت تعامل الطفل معاملة سيئة وتتركه بلا طعام حتى يعود والده من العمل حتى أصبح الطفل هزيلا حزينا وعندما شعر الأب بضعف وحزن ابنه عاتب زوجته على إهمالها له ففوجئ بها تقول له أنا في الشهر السابع وبعد شهرين سوف يأتي ولدي الذي انتظرته كثيرا ولن أستطيع خدمة ابنك مع رعاية ولدي فإما أن ترسله لأحد من أقاربك أو ترسله إلى دار الأيتام فوجوده سوف يرهق لي ويضر بطفلي شعر الأب بحزن شديد خاصة بعدما شاهد ابنه يبتعد عن زوجته ولا يحبها وهو الذي كان متعلقا بها ولا يستطيع فراقها وحتى لا يتصرف تصرفا يندم عليه فيما بعد قرر إرسال ابنه إلى بيت أخته حتى تلت زوجته وحتى تعود الابتسامة لابنه بين أخته وأولادها وقبل الولادة بشهر شعرت الزوجة بآلام شديدة فأسرعت مع زوجها إلى الطبيبة التي أخبرت الزوجة أن تغيرا كبيرا حدث للجنين ولا بد من الولادة الآن وأن هناك احتمالا كبيرا لوفاته وبالفعل لم تستطع الطبيبة إنقاذ الجنين وأصيبت الأم بحزن شديد خاصة بعدما علمت أنها لن تستطيع الحمل مرة أخرى إلا بعد فترة علاج طويلة فأوصاها الزوج بالرضى بقدر الله فقالت له وهي تبكي أخبرني الأطباء بعد زواجنا بعام أنني ربما لا أنجب ولكن الله رزقني بالحمل بسبب حسن معاملتي ابنك وعندما أسأت معاملته وظلمته كثيرا عقبني الله والآن ليس لي إلا ابنك الذي أشتاق إليه كثيرا لأعوضه عن كل تحاملي عليه خلال الأشهر الماضية وسوف أبذل كل جهد لأسترد حبه لي مرة أخرى فقال لها الزوج كلامك صحيح لأن الإنسان إذا أحسن مع الله فإن الله يتولاه ويرعاه ويسر أموره وقد قال في محكم كتابه ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرى ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين معلمة بارعة في عملها متزوجة من مهندس لا يقل عنها براعة في عمله أيضا ولهما ابن يبلغ من العمر عشر سنوات إلا أنه دائم الصمت ولا يفرقه الحزن إلا قليلا وكثيرا ما يبكي كلما جرس وحيلا وقد فشل أكثر الأطباء في علاجه كما فشل والداه في إخراجه من حالة العزلة التي يعشقها والتي لا يعلماني سببها وفي يوم من الأيام دخلت هذه المعلمة إلى الفصل وألقت التحية على تلاميذها ثم طلبت منهم في جدية واهتمام أن يكتبوا موضوعا يطلبون فيه من الله عز وجل أن يعطيهم أكثر شيء يتمنون تحقيقه في هذا العالم وبعد انتهاء اليوم الدراسي وعودة التلاميذ إلى منازلهم جلس كل منهم يفكر في أمنيته البعض تمنى لعبة جديدة والبعض تمنى التفوق والبعض تمنى المصالحة بينه وبين إخوته وهكذا وفي اليوم التالي أعطى كل تلميذ للمعلمة الورقة التي كتب فيها أمنيته التي يتمنى من الله سبحانه وتعالى أن يحققها له أخذت المعلمة الأوراق ووعدت تلاميذها أن تقرأها باهتمام وعناية في بيتها وبالفعل جلست هناك تتأمل الأوراق وتقرأ أمنيات طلابها ولكن هناك ورقة جعلتها تبكي بشدة وعندما دخل عليها زوجها سألها عن سبب بكائها فأعطته ورقة التلميذ وهي تقول خذ قرأ موضوعه بنفسك كان مكتوبا في الورقة كلمات مؤثرة جدا بالفعل حيث كتب التلميذ إلهي أسألك هذا المساء طلبا خاصا جدا وهو أن تجعلني هاتف جوال فأنا أريد أن أحل محله أريد أن أحتل مكانة مميزة وخاصة في المنزل وأن أصبح مركز اهتمام الجميع ينظرون إلي باهتمام وبأسلوب شيق لا أريد أن أعود مجددا إلى منزلي وأجد أبي مشغولا عني بالحديث في الهاتف وأمي مشغولة عني بالنظر إلى بعض الصور على هاتفها أريد أن أكون أنا هذا الهاتف الذي يهتم به الجميع وأخيرا وليس آخرا أريد منك يا إلهي أن تقدرني على إسعاد والدي والترفيه عنهم مثل ما يفعل هذا الجوال انتهى الزوج من قراءة الموضوع وأخذت الدموع تتساقط من عينه ثم التفت إلى زوجته وقال يا إلهي إنه فعلا طفل مسكين ما أسوأ آبويه ازداد بكاء المعلمة وهي تقول له إنه الموضوع الذي كتبه ابننا وبعد لحظات قررت المعلمة أن تأخذ إجازة طويلة من عملها لتتفرغ تماما لأبنائها وعندما سألها مدير المدرسة عن سبب طلبها قالت له الأبناء نعمة من الله هم رأس المال والاستثمار الرابح وامتداد العمر وأهم شيء في هذا العالم قررت أن أعيش معهم لا أعيش من أجلهم فأفضل ما يمكننا تقديمه لأبنائنا هو الاستماع إليهم والاهتمام بحديثهم والاقتراب منهم خاصة في مراحل عمرهم الأولى يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَالْتَنْظُرْ نَفْسُمَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ وَاتَّقُوا اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نطربها للناس لعلهم يتفكرون